اتكلم عن نادي الزمالك والحقيقة نادي الزمالك تتشهود يعني نمسك الخشب الامور ماشية في نادي الزمالك بشكل محترم بشكل فيه هدوء بشكل فيه تطوير كبير جدا جدا سواء على مستوى الفرق كورت القدم او الفرق الاخرى طبعا بالتأكيد ولكن هنتكلم عن فرق كورت القدم في نادي الزمالك والطفرة الكبيرة الفنية اللي حصلة في نادي الزمالك لها اسباب ويمكن احنا قلنا الاسباب دي قبل كده ميرانا وتكرارنا ولكن الاسباب اللي باينة للناس كلها ان هناك فيه تيم كويس وهناك فيه مدير فن كويس والامور بتمشي بشكل جيد جدا لكن فيه اسباب بتؤدي الى هذه الامور بشكل جيد عندنا ادارة محترفة محترمة بتدير نادي الزمالك من الناحية الادارية وبتوفر كل سبل الراحة لكل الاجهزة الفنية سواء على مستوى الفرق الجماعية او الفرق الفردية حتى وبالتالي هناك ناس مشية بشكل جيد بتنظم الشغل بشكل محترم بتدي ارتياحية وحرية لكل الاجهزة اللي شغالة بشكل مميز جدا عشان كده فيه انجازات عشان كده فيه بطولات جماعة بطولة الدوري المسلم الماضي وكاس مصر المسلم الماضي وبطولة الدوري ان شاء الله اللي قربنا منها بشكل كبير جدا وهنتكلم عنها دلوقتي مع حضرتكو بشكل مفصل بالتأكيد كل هذه الامور جاية من استقرار اداري ثم استقرار فني ثم لعيبة محترمة بتقدي بشكل جاد جدا والادارة ادارة المرطادة او ادارة امير المرطادة الحقيقة عاملين شغل كويس جدا في القصة دي وبالتالي الامور مشية في نادل زي بشكل كويس